الادات بينبهني إلى أن القايمة الأفريقية الأهل بعتها للتع 12 بالليل سيتم غلق باب القيد الأفريقي وهنا فيه اختلافات كتيرة للموسم الأفريقي البطولة اللي هتبدأ في نوفمبر هذا الشهر وتنتهي في مايو غير لما كانت بتبدأ في نوفمبر دلوقت الباترس كارتيرون المدير الفني للأهلي اعتمد القايمة اللي ضمت محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلو لطفي أحمد فتحي ومحمد هان وسليف كلبال وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وأيمن أشرف حسام عشور وعمر السلية وهشام محمد وكريم ندفد وإسلام محارب ومحمد شريف وميدو جابر وأحمد حمود ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزار وصلاح محسن ومروان محسن لم يتم قيد أكرم توفي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ دول الأربعة وباسم علي وصبر رحيل دول الأكرم توفي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وباسم علي وصبر رحيل دول اللي لم يتم قيدهم تم قيد 23 فقط هذه الأسماء دول الأهلي أو أي نادي ملوش حق إضافة عدد على هذه القائمة إلا بحد أقصى سبع لعبين في يناير اللي جاي هنا هتبقى فيه مشكلة أنه يناير اللي جاي وقت ما هيتفتح باب القيد الأفريقية يكون القيد المحلي لسه ما تفتحش بينما أنت عشان تسجل في القيد الأفريقي لازم أن تسجل لعيب تم قيده محليا فهتحتاج توفيق أو ضعف المواعيد ما بين الاتحاد المصري مع المواعد الأفريقي للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية الأهلي والإسماعيل في دور الأبطال والزمالك والمصري في الكون فدرالية لكن أنت دلوقتي سجلت 23 لك سبع أماكن في يناير اللي جاي أعتقد أن الاتحاد بيتنبع للنقطة دي تمليه بيبتدي يفتح باب القيد بدري شوية عشان يقام للفرق المشاركة الأفريقية أعمالها حتى في الصف الماضي يعني القيد 1 يناير اللي 31 يناير ده القيد المحلي طب القيد الأفريقي ده الأفريقي ده المحلي والأفريقي طيب طيب ما فيش محلي فاللي أنت هتجيبه هتسجله بإذن الله مجلس الإدارة شغال طبعا حضراتكم مترقبين ما سيتقرر على المجلس لحظة ما ينتهي مجلس الإدارة من عمله هنقول لحضراتكم إن شاء الله في مدخلات مهمة من النادي ما قرره المجلس من أمور أعتقد هتكون مهمة لتصوير مسار الكرة وكلكم شفتوا الكابتن محمود الخطيب في مدخلته الأسبوع الماضي مع الكابتن سيد عبد الحفيز أعتقد كان فيها من الوضوح ما يطامن كل الجمهير على مستقبل كرة القدم في المستقبل القريب والبعيد في النادي الأهلي كبتن